ياريت حركة قورينا اللي فازت النهار ده مين؟ اللي فازت النهار ده اسمها هان كانك ايه حكايتها؟ حكايتها اولا من ضمن الحاجات اللي نسبياً اتكسرت لانها بش اول مرة انه في حد صغير في السن ياخد نسبياً يعني عندها 54 سنة دايماً احنا بتكلم في 71 حاجة في 80 كلام ده فهي صغيرة نسبياً الحقبة دي وما بعد التأجيل جايزة نوبل من 2018 وتسلمها 2018 و2019 في 2019 بسبب فضيحة ما كانت موجودة وقتها حصلت تغيرات وتغيرات مهمة وليه بقول مهمة لانه بش سهل ابداً في اكاديمية زي الاكاديمية السودية المتمسكة بشكل كبير جداً بالقواعد والمبادئ بتاعتها انها تتحرك وتغير كان لازم يكون في حدث جلل زي ده يشكك في نزاهة وفي سمعة الجايزة وفي سمعة الاكاديمية ككل كان ده هو الداعي الا ان يحصل تغيير انا مثلاً اه مشترك في الموقع بتاع نوبل من حوالي اتناشر سنة بعتولي تلات مرات بالاقتراحات اللي انت شايف انها ممكن تفيدي الكايزة طبعاً ما هو بيش بعت لنا بس هو بعت لكل الناس بنتكلم في المشتركين حوالي اكتر من 800000 مشتركين على الموقع بتاعهم اه هم ده دليل على ان هو عايز يطور عايز يغير وبالفعل هما كانوا متمسكين هو عاوز يطور ولا عايز يغير ولا ايه المشاكل اللي عندهم لانه يعني يعني فكرة انه واحد مؤلف اغاني يفوز بجائزة نوبل في الادب انا اقول لحضرتك على دي بس سنة من السنين ينفع بس دي قبل الحقبة الاخيرة اه 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 ايوا بالضبط انا 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 شفتل انا في البداية اه زيك ناس كتير اتخضيت بس بعد شوية انا انا بتجاوز ده وابدأ مش تقليلا من الاغنية بس الاغنية مش ادب ولا تقليلا حتى من من اللي فاز بيها اه الفكرة هنا فكرة هو هو الخروج احيانا عن فكرة الادب بمعناها المألوف اه يعني هل الصحافة ادب اه كسرين يقولك لا ايه علاقة الصحافة بالادب ممكن صحفي يفوز بجائزة نوبل في الادب مهو السؤال هنا اذا لم يكن هو مندرج كصحفي تحت بند الادب هيفوز بجائزة نوبل الفيزياء هو فن الكتابة الصحفية فن ادبية اه طبعا ما هو الجديد او الحديث في العشرة خمساشر سنة الاخيرة انه بقى بقى فيه معنى اكبر للادب يندرج تحتيه انا هرده بنقول الكتابة المسرحية هي ادب والدليل ان ايه الكتابة المسرحية ادب تمام وليما نقولش ان الكتابة الغنائية ادب وليما نقولش ان الكتابة الصحفية ادب وليما نقولش ان كل انواع الكتابة اللي فيها ابداع ادب لو انت صحفي ما بتكتبش اه ما عندكش ابداع في الكتابة فانت بصحفي